طريقة قصة جزء من الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب تابع مع الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة ياسمين عشور وفيديو النهاردة هنتكلم على طريقة قصة جزء من الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب النهاردة انا اعلمك ازاي نقول بالخطوات ازاي لما انزل فيديو على اليوتيوب وفي حصل خطأ في الفيديو ده عايزة بقى قصة جزء اللي انا اغلطت فيه او جزء اللي انا زلته بالغلط عشان كمان احتفظ بالمشاهدات ما احذفش الفيديو يارابينا نروح على جوجل كروم وده شكل جوجل كروم معايا للناس المبتداء هفتح جوجل كروم وهنكتب في البحث تسجيل دخول يوتيوب انا اضغط على تسجيل الدخول هيجيلك بالشكل ده كده وانا هضغط على التلات نقاط اللي فوق دول كده هضغط عليهم وهنزل وهختار الموقع الاكتروني المخصص انا كده بحول موبايلي لجهاز كمبيوتر طيب لو جالي تسجيل الدخول هتبدأ تسجل دخول بالاميل بتاع القناة وباسورد القناة اللي هو الرقم السري بتاع القناة تمام انا دلوقتي اتفتح معي وحاولت موبايلي لجهاز كمبيوتر وهضغط على ايكونة القناة وهضغط على كلمة قناتك زي ما انت شايفين اهو جالي تخصيص القناة وادارة الفيديوهات هضغط على تخصيص القناة جالي دلوقتي تخصيص القناة تفتح معي ستوديو اليوتيوب واحنا شايفين ايكونة القناة اللي هي صورة القناة فوق اهي انا هاختار تاني مربع تمام اخترت التاني مربع تحت ايكونة القناة وهينا هتلاقي بقى محتوى القناة بالكامل انا دلوقتي هختار الفيديو اللي انا عايزة اعمل له قص وهننزل كده ونختار الفيديو مع بعض انا اخترت الفيديو ده هتتغط على عنوان الفيديو اللي انت عاوزه بتعمله قطع اهو وهنضغط على علامة القلم دي هيجي لك طبعا اختيارات تفاصيل الفيديو اهي وهيجي لك اختيارات في الجنب كده هنسحب الاختيارات دي وهتلاقي المربع ده كده وهيجي لنا محرر الفيديو زي ما انت شايفين الفيديو موجودة اهو المحرر الفيديو ايه ده فوق هنا تحت محرر الفيديو اه تراجع لو انت عملت حاجة وترجعت عنها وهينا اعادة تمام وهننزل كده وهتدأ انت تسمع الفيديو بتاعك الفيديو هو المؤشر اللي انا محركه ده زي ما انت شايفين بيتحرك معي اهو تمام كده والعلامة الزائد اللي فوق دي كده في علامة زائد فوق كده دي بتحدد لك الثواني بالزبط اهو بيتحدد لك الثواني بالزبط كم ثانية تمام انا دلوقتي هرجع كده هرجع عنها خالص قبل اي حاجة لازم اسمع الفيديو بتاعي اللي انا عايزة اقص جزء منه طيب طيب يا اسمين لو انا عايزة اقص جزء من اول الفيديو تمام اول الفيديو هعمل ايه طبعا انا بحدد المؤشر ده اهو المؤشر اللي بتحرك معي ده كده انا بضغط عليه وبحركه معي بحدده الاول الفيديو اهو دلوقتي انا حددته الاول الفيديو هضغط على كلمة اقتطاع اللي هي باللون الازرق فوق دي هضغط عليه لما اضغط عليها تحت هنا هيجلنا تقسيم وهضغط على كلمة تقسيم. تمام كده? مع ان انا ضغط على كلمة تقسيم فانا هسحب المؤشر كده. اهو بقى في الجزء ده تعتيم الجزء ده بقى موجود فيه تعتيم اهو زي ما انتم شايفين. اهو. طبعا انا لما اكون شغلت الفيديو وعرفت انا هقطع الجزء بالزبط لازم اسمع الفيديو من ضغطة بس على الفيديو تقسيم. طبعا الفيديو على طول اتفتح معي زي ما انتم شايفين كده. وعدة الجزء اللي انا ظللته ده. يعني الجزء اللي انا ظللته ده عدى. بعد ما انا ضغطت كده. طيب عشان احزف الجزء ده بقى هعمل ايه? انا اضغط طبعا الاول حاجة التقسيم. اضغط على معينة. كده خلاص انا ثبت كده ان انا الجزء ده يتقطع من اول الفيديو. تعالوا كده بقى نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هو عدى الجزء اللي انا ظللته. هضغط على حفز. هنا باي بقولك هل تريد حفز التغيرات? انا هضغط هنا على حفز. طيب انا ممكن دلوقتي اضغط على حفز واروح على الفيديو على طول تلقائي. ملاقيش الجزء ده تقطع. اعمل ايه هو بقولك اهو? قد يستهر طبق التغيرات التي اجريتها بضع ساعات وخلال تلك الفترة. يعني ما نستعجلش يا خلاص سلامة انت ضغطت على حفز. يبقى كده تمام. انا هضغط على الغاز. يولا بقى هقولك ازاي تقص الجزء من اخر الفيديو. معي. الفيديو موجود اهو. وزي ما قلت هنسحب المؤشر ده. ونسمع الفيديو من فوق من. هتضغط على الفيديو هيشتغل معي. هنبدأ احنا نسمع بقى الفيديو. ونشوف الجزء اللي احنا عايزين نقصه مسلا انا هسحب دلوقتي المؤشر هنا. الاخر اهو. تمام? واضغط على كلمة اقتطاع. طريقة سهلة جدا. ولما تضغط على كلمة اقتطاع ما تنساش تضغط على كلمة التقسيم. اللي هتظهر لك اسفل الشاشة. ومجرد ما هتضغط على كلمة تقسيم. اهو. وهنبدأ ان احنا نحدد نسحب. الجزء هيبقى مزلل. المؤشر بتاعي هيزيد شوية لون الازرق ده هيزيد عليه. فحنا نبدأ نسحب بقى ليمين. اهو. وزي ما قلت نسمع الفيديو كويس جدا. بعد ما اهو بعد ما خلاص كده زللته. هنبدأ نحن نسحب المؤشر بتاعي نسمع الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤشر عدى الجزء اللي انا ظللته على طول. طيب اعمل ايه بقى بعد ما دغطت على كلمة تقسيم وظللته هضغط على كلمة معينة خلاص كده وثبت خلاص. لما انا ضغطت على كلمة معينة ثبت الجزء المتظلل ده ان انا هعمله اكتطاع على طول. هو تلقائي عدى. طيب هعمل ايه هضغط على طول على حفظ. تمام? لو انت عايز تتجاهل اللي انت عملته ده كله هتضغط على تجاهل التغيرات. بمجرد ما هتضغط على حفظ هيقول لك ان استنى بضع ساعات عشان يتم الاقتطاع. انا ضغط على تجاهل دلوقتي تمام. طيب لو انا عايزة اقص جزء بقى من نص الفيديو. انا دلوقتي علمتك في اول الفيديو ازاي? في اخر الفيديو ازاي? طيب انا عايزة اعمل الاقتطاع للفيديو في نص الفيديو. طيب هسحب المؤشر بتاعي كده نص الفيديو. اهو. وطبعا زي ما قلت انا هسمع عشان اعرف الجزء اللي انا عايزة اعمله اقتطاع. اهو المؤشر هيعدي معي اهو. اول ما هضغط على نص الفيديو كده هضغط على كلمة اقتطاع. بعد ما هضغط على كلمة اقتطاع جلنا المربع الازرق ده كده. انت دلوقتي بتعمل الفيديو تعديل. انا هضغط على كلمة تقسيم اللي هتظهر لك اسفل الشاشة. الظل المعي الجزء المؤشر معي كان اللون خفيف بقى دلوقتي تقيل شوية. هنضغط نسحب اهو. زي ما انت عاو اسحبه يمين. نسحبه يسار. وراحتك اهو. فانا بسحبه كده. وبشوف هنضغط على معينة. بعد ما ضغطنا على معينة هنسحب المؤشر كده. انا دلوقتي عملت خلاص معينة. انا دلوقتي عرفت انا هاقص ايه من الفيديو. وهضغط على حفز. حين بقى بيقولك كده يستارك تطبيق التغييرات التي اجريتها بضع ساعات وخير. خلاص كده انا هبدأ اضغط على حفز. انا بيقولك جاري معالجة الفيديو يرجى المحاولة مجددا في وقت اللوحك. دي ما تيلاقش منها خلص هو بيعدل عليه بقى. كده خلاص. كده انت بمجرد ما هتخرج من الصفحة دي. عايز بس بضع ساعات عشان الفيديو يتم الاقتطاع عليه. وبكده نكون. خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على طريقة قص جزء من الفيديو بعد رفعه على اليوتيوب. لو عجبك فيديو النهاردة يا ريت ما تنساش الليكو المشاركة والاشتراك فيها القناة. كان معكم ياسمين عشور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.